السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم أجمل ترحيب وحبتنا المشاهدين بحلقة الليلة من العشرين نبدأ بها النقاش بعد من تابع التقرير أبو طبع اسأل على سلامته مثل عراقي قديم تحسن فصل على الكتل السياسية العراقية وذا سألنا شنو طبع هاي الكتل طبعها هو البحث والاستحواذ على المناصب شو أقانت هاي المناصب وزارات هيئات مستقلة مديريات عامة أو حتى مدير قسم لا يحل ولا يربط بس المهم يكون من حصتها وهذا اللي دي يصير هسه كل الكتل تركب بديها ورجليها حتى تحصل وزارة سيادية حتى لو ما كان عدد نقاطها 15 وهي قيمة هاي الوزارات لأنه ببساطة الوزارات السيادية مثل المالية والنفط والتغطيق والدفاع والداخلية فلوسها هواي عفوا مقاعدها هواي وذا كتلة ما حصلت وزارة سيادية راح تقنع روحها وبوزارة خدمية وهاي شوية أرخص يعني تفض وبخمس نقاط ومنها وزارة التربية التعليم العالي ووزارة الصحة وذا جينا على تقسيم الوزارات بين المكونات فهي كالآتي و12 وزارة للكتل الشيعية وهاي نقصد بيها الإطار التنسيقي وست وزارات تلقوه السياسية السنية وتشمل كل من تحالف السيادة اللي يضم تقدم وعزم بالإضافة إلى تحالف العزم أما حصة المكون الكردي فهي أربع وزارات تقسم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين الاتحاد الوطني الكردستاني واللي يقول هاي الكتلة متفقة فيما بينها قل لها شذاب مثلا الكتلة السياسية السنية متصالعة على وزارة الدفاع تحالف السيادة يريدها والعزم آزم عليها وداغ رجل لو هي لو أخذ رئاسة مجلس النواب أما الكتلة الكردية فراخت قاسم وزارة الخارجية والعدل ووزارة الإعمار والإسكان بالإضافة إلى وزارة البيئة إذا انفصلت عن وزارة الصحة وبعدهم من التفقين على أي وحدة من عدهم وإذا جينا على الكتلة الشيعية فالمشهد معقد أكثر والسبب هو الأخبار المتضاربة حول تخويل السوداني بارتيار الوزراء أو ترشيحها من قبل الكتلة المكونة للإطار والخلاف على وزارة النفط هو السائد وكل هاي الوزارات من غير الوزارات المخصصة للمكون التركماني والمسيحي بواقع وزارة لكل منهم وإلى حد هنا انتها الموضوع لا بحكومة السوداني راح يرجعون نواب رئيس الجمهورية بواقع نائبين واحد منهم المالكي والثاني الخميس الخنجر هذا كل من جانب أما من جانب موعد تحديد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري وعلى الكابين الوزارية ما تحدد لحد لحظة كتابة التقرير وما راح يتحدد إلى أن تخلص عملية تقطيع الكابين حياكم الله من جليل أحبتنا للمشاهدين ملف تشكيل الحكومة واختيار الكابين الوزارية وموعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراقي محور حلقة عشرين لهذه الليلة نتناقش به مع ضيوفي الأكارم كل من السيدة النائبة ضحى القصير النائب عن دولة القانون حياكم الله حياك الله ويضا النائب دكتور رائد المالكي النائب المستقل راح بيك دكتور حياك الله حبيب أستاذ الله وعبر سكايبل السيد رمضان البدران راح بيك ساذ رمضان أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحيا المشاهدين والضيوف حياكم الله جميعا ضيوفي لك كارم ابدييات علوية اخرتوا بتشكيل الحكومة لبعثكم يعني بسم الله في الطبق ليش فات يوم السبت بدون ما تشكل جلسة مجلس النواب العراقي ونصوت على الكابينة الوزارية ونقول لك سيادة النائب لو معي الوزير مرة أخرى التحيات موصولة لجنابكم ولضيوفك الكرام الجميل النائب الأستاذ رائد وضيفك عبر سكايب التحيات موصولة أيضا لمشاهدي قناتكم الموقرة واقعا نحن نجد أنه موضوع الذي يذكر في الأرواق الإعلامية وما يدار خلف الكواليس بمتعلق تأخر تشكيل الحكومة هو عاري عن الصحة وأنا أثبت لك إياها بالدليل احنا صار لنا عشرة أيام ونرجع على اسم الله بالطبق اللي ذكرتها حضرتك صار لنا عشرة أيام نتكلف رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني مرة من المرات بظاهرة سابقة لحكومات سابقة أنه تم إنجاز ملف تشكيل الحكومة بمدة عشرة أيام وبالتالي إذا تم إنجاز الملف في هذه الفترة القياسية فهو يعتبر إنجاز الكتب السياسية التي تبنت على عتقها تشكيل الحكومة وكذلك لسيد الشاع السوداني لذلك أعتقد إن شاء الله الأيام القليلة القادمة سوف تكون فيها لمسات واضحة لحسم ملف تشكيل الحكومة بعد أن توضع النقاط على الحروف لتترجم السطور وتصبح القراءات فاضحة كيف تصبح القراءات يوم الخميس؟ إن شاء الله يوم الخميس؟ نهاية الأسبوع الحالي فاتفقتوا على الخميس مبدايا؟ لحد الآن لم يكن هناك شيء رسمي جوز السيدنا أبي أيدني بهذا الموضوع نحن لا نستطيع أن نبلغ إذا لم ينزل لدينا جدوى الأعمال نحن كل معلوماتنا تجي من أعتكم من الطبقة السياسية في وسطتنا أن يوم الخميس جلست لتصويت على أشكيل الحكومة وبالأمس القريب وصلت لكم يوم السبت وبين السبت والخميس إن شاء الله يحسم الملف إن شاء الله إن شاء الله مجاوبتين معالي وزيرة لو سياة النهار؟ نحن الآن مكلفين شرعاً أولاً موضوع الأسماء التي تطرحها حضرتك مع الوزراء هذه تطرح كثيراً كل الموجود الآن يقول لك فلان سيصبح الوزير لا لدينا أي تبليغ رسمي بهذا الموضوع ولا لدينا أسماء نعرفها الأمر متروك للسادة قادة الكتلة السياسية وبالتحديد السيد رئيس الوزراء على اعتبار أن الأمر من شأنيته وخصوصيته وهناك مساحة كافية أعتقد تم وهبها إياه من قبل الكتل السياسية ولدى العمل أغلب هذه الفكرة موجودة وبالتالي الخيار سوف يكون له الكرة في ملعب السيد السوداني إن شاء الله رحبك مرة ثانية دكتور رائد يعتبر تأخير موضوع تشكيل الحكومة ونعرف كل زي يمكن داول بالإعلام بشكل كبير وحضرتك نائب مستقل ومن ضمن كتلة إدارة الدولة يعني اسمعنا حتى على مزادات أو بورصات أو أرقام قصدك مو أنا من ضمن كتلة إدارة الدولة قصدك المعلومات التي دائتها لا حضرتك مو من ضمن نعم بالتالي نائب مستقل ممكن حصل على معلومة من جلانك بهذا الموضوع هذا ما يجد داول بالإعلام عن أرقام وجود أرقام وبورصات وميزانيات وبعض الأسمات ودداول ومدرى مكاتب هذا بفعل حقيقي يعني عملية تشكيل الحكومة السيدة السودانية مشابهة لتشكيل حكومة السادقة فضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم في البدء أحييك أستاذ محمد حياك أمال دكتور على تحياتي زميلتنا سيدة النائب ضحى وأيضا لضيفك على سكايب والجمهوركم الكريم حياك في الحقيقة ابتداء السقف الدستوري لتشكيل الحكومة هو ثلاثين يوم وبالتالي إذا تم تشكيلها ضمن هذا السقف يعني ضمن منتصف المدة مثلا هذا يعتبر أمر طبيعي فلاكت أخير نعم فيما يخص سؤالك حول وجود صفقات أو عمليات بيع أو مزاد للمناصب في الحقيقة هذه الظاهرة موجودة بالتجارب السابقة تجارب تشكيل الحكومات السابقة مبدئيا الآن الحكومة الحالية من حيث طبيعتها لا تختلف عن الحكومات السابقة يعني في يوم أداءنا اليمين الدستورية طبعا أنا قديت اليمين يوم 23 ستة كان هناك بيان قرأ في مجلس النواب وأعلن فيه بشكل أولي عن طبيعة التوجه نحو أي حكومة وأي شكل من أشكال الحكومة فأنا حفظت هذه العبارات أنها حكومة توافقية وتستهدف الخدمة وشراكة وتوازن وبالتالي هي تقريبا باستثناء عبارة الخدمة هي تشبه الحكومات أي وظيفة الحكومة أو هدفها هي تشبه الحكومات السابقة وأنا يوم أمس تساءلت يعني إذا كان الهدف المعلن لهذه الحكومة هو الخدمة فلماذا هذا الخلاف والصراعات والتنافس الذي يتجاوز التنافس الحد الطبيعي على الوزارات والمواقع هل من أجل خدمة الشعب العراقي حقيقة؟ ولماذا هذا التنافس والصراع على وزارات محددة ومعروفة بوفرة تخصيصاتها أو بإمكاناتها؟ كأنه الأحزاب السياسية والطبقة الحاكمة لم تستفد من التجارب السابقة ممكن بالعكس دكتور ممكن طبقة سياسية أرفضت بحساسية الوقت الذي يمرون به بعد عشرين سنة تعتبر كل الطبقة السياسية يفشتك بتقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر وبالتالي هذه فرصة أخيرة تعتبر عندهم ومن حقهم أن يقدمون خدمة حتى يتطون هذه الكتلة صادقة مع جمهورها رغم قرارنا بعدم الدخول في تحالفات تشكيل الحكومة وبحثنا عن أداء وظيفة أخرى مهمة للنظام السياسي وهي وظيفة المعارضة ولكن نحن نتمنى أن تكون هذه الأحزاب وهذه الكتل والطبقة الحاكمة بشكل عام بمختلف توجهاتها ليس فقط من جهة واحدة أن تكون قد استفادت ووعت الدرس لأن القادم سيكون أخطر مما مضى وربما هذه فرصة أخيرة متاحة أمامها وهي فرصة جيدة في الحقيقة يعني بإمكانياتها المالية للدولة والإيرادات وهي جيدة أيضا بالأغلبية البرلمانية التي يحظى بها المكلف لرئاسة الوزراء فإذا لم يتم الاستفادة من هذه الفرصة النتائج ستكون جيد نسبة الحقيقة بالكلام المتداول بالإعلام حول مزاد بيع الوزارات أو كذا حقيقة موجود هذا الشيء موجود موجود ولكن في أي وزارة ولدى أي مكون أو فئة تعرف يعني إحنا أصبحنا نميز حتى طريقة فساد حزب عن آخر وطبقة سياسية عن أخرى طيب نعم طيب أرجع لي حضرتك دكتور وأنتقل للباحث بالشأن السياسي الضيفي الآخر الأستاذ رمضان البدرانة كررت رحيب بحضرتك أستاذ رمضان وليش يعني مستعجين على تشكيل حكومة يعني أشارت السيدة النائبة أنه ما صار عشر تيام تقريبا من تم تكليف السيد السوداني وبالتالي هذه تعتبر سابقة إذا مشت الحكومة هذه الأسبوع سواكات الأربعاء أو الخميس تعتبر سابقة من كتلة كبيرة مثل كتلة إدارة الدولة تمشي كابينة وزارية كاملة يمكن من 24 وزارة واختيار نواب اثنين لرئيس الجمهورية بهذا الوقت القصير ليش الإشكال على الوقت بهذا الموضوع وإذا مش يوم يستبت بدون تشكيل حكومة أصلاً يستبت مكان موعد محدد من قبل كتلة السياسية إذا اسمعني أستاذ رمضان نعم أسمع جنابك أكرر التحية وطبعاً قبل أن أتداخل فقط أريد أن أطرح سؤال تعليقاً على ما ذكره الأخوة النواب وقصة السيدة ضحى ذكرت عبارتين الأولى نحن مكلفين شرعاً والثاني الأمر متروك للسادة رؤساء الكتل والأحزاء فهذا الأمر يطرح سؤال هل أن تكليف النائب الشرعي وتمنى الإجابة من السيدة ضحى هل أن التكليف الشرعي سيجعلها تقبل بوزير وترفض وزير هل سيجعلها تقبل ببرنامج أم لا تقبل ببرنامج أن تكليفه الشرعي سيجبرها على القول نعم على كل الأمور جملة وتفصيل وهل هل المئة ألف الذين تمثلهم عادت إليهم لترى مصطحتهم في هذا الأمر أم ذاك وبالتالي تصوت أم ذاك طبعاً هذا السؤال افتراضي لجنابها باعتبارها على الهواء ولكل نائب أتساءل هذا السؤال باعتباري أتعد نفسي مواطن مراقب يتابع حققة في هذا البناء يجابون حضرتك من نرجع لهم أفواً يجابون حضرتك من نرجع لهم نعم نعم هذا الجواب الدخرة لأنه هو سؤال افتراضي لجنابها ولكل نائب أنه منح الشرعية والسيادة لسيد رئيسي القتلة وهو لم يفكر بالدستور السؤال الأهم من هذا السؤال جنابك هو أنه هل هناك تأخير أم لا طبعاً نحن نتحدث عن حكومة تجاوزت السياق الدستوري منذ اليوم الواحد وثلاثين لأول جلسة لها وفق المادة الـ 72 وبالتالي كل ما بعد اليوم الواحد وثلاثين هو خارج طاقة الدستور وكله يسير وفق العرف السياسي تطاولاً على الدستور وعلى المدد الدستورية وعلى السياق الدستوري لذا نحن أمام عرف سياسي وليس دستوري هذا أولاً ثانياً بسألة الوقت نعم سيتفقون في نهاية الأمر مثل ما كانوا يتفقون آجة معاجة على كل حكومات المحاصصة وبالتالي القضية هنا التي تجري اليوم هي قضية بين أمرين الكتل تريد أن ترشح أكثر المرشة أكثر الثقات ورئيس الوزراء يريد أفضل الكفاءات وبالتالي هذا الصراع البيني الذي يحصل بين رئيس مجلس الوزراء ومع كل الكتل سواء كانت إطارية أو كردية أو سنية في نهاية المطاب هذا التدافع والتزاحم هو يريد أن ينجح حكومته بالحسب على أفضل الكفاءات ورؤساء الكتل يريدون أن يضعون في الوزارات أفضل الثقات وهذا ما ترشح من لجنة اللي يتنتقل بالوزراء قالوا أن هناك أسماء رشحة لا علاقة لها بالوزارات المطلقة وبالتالي ولادة حكومة في ظل هذا التناقض وهذا التزاحم والاختلاف في الرؤية طبعا يؤشر على أن هذه الحكومة ستكون كحكومات السابقة ورئيسها سيكون أسير للإملاعات السياسية والمزاجات السياسية ولا نريد أن نتنبأ مسبقا نتمنى للرجل النجاح ويجب أن نعطيه فرصة ولكن ابتداء الفشل سيؤصب بوجهه ولكن السبب الحقيقي هو للنائب وين التفاؤل سيد رمضان بالعكس سيد محمد الشاعر السوداني عنده تجربة خدمية عنده تجربة إدارية بمجموعة من المزارات اللي كان بيها وزير حضرته بالإضافة لأنه حتى في موضوع المفاوضات سوف نشوف يعني اشترط على كل الكدل السياسية تكون جزء من هذه الوزارات هي حصة بالتالي هو من يقدم به المرشحين حتى يقدم به خدمة للناس ويمكن سابقة ما شفناها بالرؤساء الوزراء السابقين هذا طبعا يضع أمامنا محورين الأول أنه إن نجح فهو يسجل له وإن فشل سيسجل عليه ولكن واقعا وإنصافا حتى الوزارات التي سيختارها تذكرنا التصويت في داخل مجلس الوزراء هو تصويت هذا نظام برلماني وبالتالي صوت رئيس المجلس الوزراء وصوت الوزراء الذي ينتقيهم هم أصوات واحدة يعني بمعنى الكلام أن القرارات في مجلس الوزراء هي ليست قراراته وإنما قرارات إجماع الوزراء وبالتالي الوزراء وما يجعون عليه ليس بالضرورة أن يطابق رؤيته وبرنامجه هنا الخلاف وهنا الأصل يعني نذكر أنه نسميحنا رئيس الوزراء ورئيسا في مجلس الوزراء هو مثل مدر الكرة القدم الذي يجلس على الخط وينظر إلى اللاعبين هو ليس الجزء من اللاعبين مثل الوزراء هذا الفرق الكبير الذي يجب أن نفهمه في طبيعة تركيبة النظام الحكومي في الإحراق والخدس أرجع لك أستاذ رمضان سيد سيد النائبة حضرتك جابين على السؤال أستاذ رمضان والسؤال الأهم الذي حضرتك يعني يريد أن يصير واضح عند الجمهور أن الإطار التنسيقي فوض السيد السوداني بكم وزارة هل بكل الوزارات المخصصة المكون الشيعي أو بوزارات محددة أو بماذا حتى يصير واضح عندنا طبعا جوابي لسيد رمضان بدران فيما ذكر حول موضوع التكليف الشرعي كل النواب الذين وقفوا تحت إداء اليمين الدستوري هم مكلفين شرعا على اعتبار هذا التكليف الشرعي هو تكليف الشعب وهذه أمانة الشعب يجب أن تحمل بكل طياتها وفق مضامينها الدستورية المعهودة لذلك أنا من يذكر عليه يقول راح تصوتين الوزير بقناعات عن نفسي أتحدث حريصة كل الحرص أن أقف أمام أعتاب أسماء السادة الوزراء التي ذكرت أو سوف تذكر وبالتالي موضوع التكليف الشرعي حتما يوجب علينا أن نقف أمام هذه المسميات ونخوض فيها تدقيق أميق بشكل واقعي حتى نكون قادرين على أن نصل إلى بر الأمان في ظل هذا المنزلق الخطير والسؤال السادة رمضان بأكثر وضوح نعم منه قصده يعني أنت حضرتش بدولة القانون نعم إذا شخصيا برشحها السيد المالكي نعم هم بكتلته حسن من خلال التواصل الاجتماعي من خلال الاجتماعات المتكررة اللي متهم في قضية إلى مسألنا بالمباشر يجاوبنا قد زدك كامل نائد معترض بدولة القانون على وزير سما السيد المالكي بجلسة التصويت ممكن ما يصوت عليه أصلا أصلا إحنا مقرر أنه تكون أكو طاولة للحوار سياسية تجمعنا كل إحنا بالكتلة تعرض علينا الأسماء المرشحة وبعد ما تكون القناعات متوفرة أولا وآخرا عمدت معاه إلى موضوع الترشيح لأكثر من الشخصية للوزارة الواحدة حتى تكون لديه مساحة واسعة في اختيار الشخصية التي تنسجم مع متطلبات هذه المرحلة الخطيرة اللي أنا ذكرت في بداية الأمر أنه هناك منزلق خطير يواجه العملية السياسية على العموم لذلك هذا فيما يتعلق في إجابة السيد بدران في هذا المرمو حشي للإطار صدر بيان تحدث بي عن تفويض السيد السوداني والسيد السوداني صدر بيان بعد بيان الإطار يعني كانوا متشابهات ولكن السيد السوداني قال إننا بشكل غير مباشر يا بتر مفوضوني بكل الوزارات فأنتح شوننا فوضتوك كل الوزارات الإطناعي في الزارة خاصة إعلاميا تحدث وإننا ما خلف الكواليس بيان؟ ماضح من السيد السوداني نعم يعني بيان إعلامي ما قال بي أنه مفوضوني ولكن لما حبيت إحنا قرأينا الإعلاميين فنعرف منعدكم قرأتكم الإعلامية أنا سألت سؤال إذا كان عنده تصريح واضح في مجال هذا الأمر حتى إجابة تكون ضمن هذا الموقف لكن إنه استنتاجات قلت الدفاع الداخلية للسوداني هس الدفاع صار عليها بواكسات إحنا قلنا الدفاع الداخلية للسوداني لو سيد السوداني طلب سيد السوداني سيد السوداني ذكر في بعض التصريحات أسألة ربما ما تناقله الإعلام إنه حدد بعض الوزارات اللي تكون لرؤية في اختيار وزراءها وهذه جائزة طبعا وحتى الكتل السياسية مجموعا الوزارات باحت لهذا الأمر على اعتبارها وزارات خدمية وزارات متعلقة بالشأن المالي ارتباطها مباشر يكون برئيس الوزارة لأن إحنا الموجودين الحاليين باعتلاف إدارة الدولة بكل مضامينهم كل محتوياتهم هدفهم الأساسي أن يكون هناك نجاح لهذه الحكومة على اعتبارها مرحلة تحدي لذلك أني سؤال لازم أكو بيان رسمي صادر من السيد المكلف حتى أجاوب عليك البيان الصادر من الإطار فسر إلي أنه الإطار التنسيقي هسا كل الكتل انطل مساحة الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة على العموم صرح بيان قالوا إحنا انطلنا مساحة واسعة للسيد رئيس الوزراء المكلف كم هي المساحة؟ المساحة باختيار الشخصيات ما يطرح عليها شخصية مو فقط أستاذ محمد مسمى للوزارة الفلانية وبالتالي خلص أدب أنت وربك تحدث عن الإطار سيد ضحى الإطار عندهم تصريح أول بارحة بيان أول بارحة يمكن تحدث عن تفويض السيد السوداني بالوزارات التفويض معنات هروح انت اختار الشخصيات اختارها من قبل الشخصيات المقدمة إلا من كمقترحين لو من قبل اختيارهم مثلا يرد جيب فلان أسوي وزير ويتحمل لا أستاذ محمد الإطار وصل إلى قناعة من خلال الاجتماع الأخير واجتماعاتها هذه متكررة كل أسبوع يعقد اجتماع الإطار من يوم انتهاء الانتخابات والحد هذه اللحظة وصلوا إلى قناعات أنه يا السيد وزراء المكلف تفضل هذه السيفيات الموجودة عندنا طرحناها كلها إليك والحضرتك انت اختار من عندها من اللي تشوف ملائمة وشخص مناسب للكابينة الوزارية سين أوصاد الخيار لحضرتك لأن هم يردون ينجحون ونجاحهم متعلق بنجاح السيد رئيس الوزراء لذلك أعتقد البيان كان واضح وصريح وهم ماشيين بهذه الخطوات ومصريح وكم وزارة اختيارة هو ما سموهن هم قالوا له هاي وزارات لا لا مو الوزارات اللي تم تقديم مقترحات بهم بالأسماء لا وزارات خاصة بالسيد السوداني في طلبها أنه وزارات الخدمية كم وزارة أربعة أو ثلاثة يعني ما يحضرني بس أعتقد أن يعني للإعلام ماضحات كان يتعلقا بالملف رئاسة الوزراء ارتباطا مباشر حتى يكون القدرة بصياغة اليوم أصبح الأمر كلما توقف السيد الرئيس الوزراء وليجوم مهجري طالب بس ثلاثة البيان الأخير لسادة الرؤساء يعني قادة الكتل بالإطار التنسيقي يعني هو استشد ثلاثة لأربعة ننتظر تصريح السيد الرئيس الوزراء لأطراف قبل شوية حضرت ذكرت تغريدة لأطراف داخل الإطار التنسيقي جاية تتحدث عن اختلافات وعن خلاف على وزارات بعينها ومحددة يعني إحنا أخوة مون نصدق لا على استحقاقات السياسية يصير بيها اختلاف أنا أوضح صورة أكثر أستاذ رأدد عادة الاستحقاقات السياسية كلنا نعرف تحسب من خلال النقاط التي حصلت عليها الكتل السياسية حسب المقاعد الانتخابية أو المقاعد البرلمانية إن صح التعبير الكتلسيين تمتلك مثلا خمسين مقاعد المحاصصة ستين مقاعد أنا ما أحصل لا استاذي المحاصصة جنبة وجنبة الاستحقاق الانتخابي موقف آخر هيا هذه المحاصصة يعني اليوم حضرتك حضرتك تمثل مئة ألف وأني أمثل مئة ألف أنا منضاوية بكتلة بها على سبيل المثال خمسين نائب الخمسين نائب كم مئة ألف عندهم أنت هنا تقدر تقدر توصل الحصيلة أوضح أكثر استاذراء عذرة للمقاطعة هذول خمس ملايين جيد لازم أندي ائتلاف أنا بالنسبة لأتحدث عن نفسي جنابك مستقل ما من الممكن أنا أروح أفاوض على المئة ألف وغيري من الخمسين يروح يفاوض على المئة ألف فبالتالي رئيس الكتلة اللي إحنا هو موجود منضوين تحت تلافه يروح يفاوض بالموضوع ويرجع يطرح نتيجة المفاوضات نطلع عليها طبعا الأستاذ البدران راح يرجع يعترض يقول لك ومنه من المئة ألف خول النائب أن يتصرف هذي والنائب خول رئيس الكتلة ومن دخلت الائتلاف لا لا أنا أعذرني أستاذ الحمد السيد الضحاء هي عضو نعم أنا من دخلت الائتلاف لا أجاوب على هذا أستاذ الحمد حتى من غادرها هذا مهمة أنا من دخلت الائتلاف إجيت فرد مستقل إجيت دخل الائتلاف دخلت الائتلاف مؤمنة برئاسة الائتلاف وبالتالي أنا بتفويض الشعب فوضت رئيس الائتلاف أنا رئيس الائتلاف بالتالي هو أساسا الناس منتوجهت لصنادق الاقتراع مؤمنة برئيس الإخلاق لكن الناس متعيد المحاصصة ترى مفوضة النائبة أنه يخلق محاصصة استحقاقات هذه بالمقاومات كتل سياسية خوما كلها تجتمع الـ 325 شون أقدر أخذ منعدهم رأي لازم تكون هناك رئاسات لهذه الكتل السياسية تجتمع وهذا متعرف عليه دوليا حضرتك ترجعين لناخبك راح يقول له إحنا مري حصة وهي محصة بنفس الموضوع يعني ما معقول 329 نائب يتفاوضون عن تشكيل الحكومة شون التفكر لا هو وجه الاعتراض ليس على قضية وجود الكتل أو مفاوضات الكتل أو غيرها لأنه نحن نظام برلماني ونظام البرلماني هو نظام قائم على الأحزاب وعلى الكتل بالنتيجة إذا نريد أن نتخلى عن هذا الشيء لازم نغير النظام السياسي لكن الإشكال على أنه يعني مصادرة إرادة الجمهور والحديث بإسمهم عن مفاهيم ما يتقبلها الشعب الشعب يقول لك أنا ما أريد هذا الشيء بالنتيجة لك حمل من خلال حضرتك أعرف أن حضرتك ما اعترض على آلية تشكيل الحكومة هذا طبيعي باعتبار نائب مستقل أنا أريدها بمواصفات والآخر يريدها بمواصفات أخرى أنا أعده وجهة نظر والآخر عنده وجهة نظر طيب أنا التزاماتي مع جمهوري مع ناسي إشكالي شعاراتي التي رفعتها بالانتخابات اعتراضاتي على الحكومات السابقة نحن تقريبا سادس حكومة عندنا أو سابع حكومة باعتبار إشكالنا أنه على الفساد والفساد هو خرج من رحم المحاصصة يعني أنت أنا شلون أقرأ المستقبل العنوان يكشف عن المحتوى شلون أقرأ المستقبل إذا الآن صراع وخلاف على الوزراء منهم وهذا يكشف لك عن خلاف مستقبل اللي رح يحصل مع رئيس الوزراء بكرة عندما تتدخل أطراف الوزارات وعندما تطلب بعض الأطراف من الوزراء اللي يرشحوهم أمور معينة فلما بداية تشكيل الحكومة يبدأ بخلاف على المواقع حسطي وحسطك المشكلة الإضافية أنه إحنا ما حدنا ائتلاف واحد منسج يعني شوفوا حتى الإطار التنسيقي ترى ما بي انسجام داخلي وما ريدا أرجع للتاريخ تاريخ القوة السياسية إذا أسمحه أستاذ رائد إذا أسمحه أستاذ محمد موضوع الإنسجام اللي أثبت الإطار التنسيقي من يوم عشر عشر ولحد هذه اللحظة الجلوس على طاولة سياسية موحدة والخروج بهذه الرؤى وتجاوز كل معروف السبب وكل تجرد عن مصالح الشخصية وقعد على هذه الطاولة السياسية حتى يخرج من هذا المنزلق القطر اللي كان يواجه العملية السياسية وبتالي هذا الاتفاق واضح كان نحن نتمنى أن تكون هناك قطر منسجم ولكن أنا أستاذ من أجراركم عندي فاصل لازم أخذ لذا قادة تكون دمسياسية ستضحى أيضا الدكتور وأستاذ رمضان وأستاذ المشاهدين بالذهاب إلى فاصل حياكم الله من جديد أحبتنا المشاهدين ويكرر الترحيب بضيوفي لكارم جميعا وقبل أن أروحي أستاذ رمضان أرجع لي حضرتك دكتور بشنا أخي اعتراضي على الشخصية السيد السوداني أو على طريقة المجيء بهذه الشخصية لا هو بالحقيقة احنا ترى حتى الشخصيات اللي تولت رأسة الوزراء بالمرحلة السابقة باستثناء بعض الشخصيات ودائما نحن مشكلتنا من الحاضنة اللي يخرج من عدها رئيس الوزراء من هذه التحالفات والاقتلافات اللي تشكل الحكومة واللي تتفق على مبادئ تفشل أي رئيس وزراء يجي مهنان مشكلة والأستاذ بدران أشار إلى قضية أنه رئيس الوزراء هو صوت داخل مجلس الوزراء وإن كان أنا حكم اختصاصي بالقانون الدستوري أختلف في الحقيقة أكو مساحة وأنا شخصيا أعتقد أنه السيد محمد الشاع السوداني يعول على هذه المساحة اللي يمتلكها رئيس الوزراء دستوريا وقانونيا في العمل لأنه هناك مساحة لو أحسن رئيس الوزراء العمل في إطارها خاصة المادة 78 اللي تعتبره المسؤول التنفيذي الأعلى المباشر عن السياسة العامة للدولة في الحقيقة يحقق الكثير وإحنا شفنا التأثير الشخصي الشخصيات ما عدتها كارزمة ولكن تأثيرها على الوزراء وعلى القرارات واضح حتى في حكومة السيد الكاظمي كثير من الوزراء لأنه بالنتيجة الأحزاب السياسية عينها على بعض المصالح تلته بها وأكو مساحة أكبر من هذه إشكالي هو اللي هو تقريبا يعني في الحقيقة أحد الدوافع راح ينجح مدساء السوداني بهذه الرؤية من المبكر الحكم على نجاح الآن يبدو نسبة نتوقعات السبب هو كان الرجل يعني حتى اللي يمدحون السيد محمد الشاع السوداني على نجاحاته في وزارات هو كان مسؤول عن قطاع معين الآن هناك متغيرين في الموضوع المتغير الأول الآن رئيس الوزراء مسؤول عن التنسيق والتوازن بين مصالح دولية داخل العراق علاقات الخارجية علاقات الخارجية مو فقط العلاقات لا أنت تعرف الدول موجودة داخل العراق الدول الخارجية موجودة داخل العراق وثانيا على قدرتها على التوازن بين مكونات وكتل وفصائل وأحزاب وهذه مهمة جديدة يعني من المبكر الحكم عليه بن جاح طيب لكن لكن اسمح لي إضافة هذه لو استمر هذا النفس اللي شفناه الآن في بداية تشكيل الحكومة بالخلاف على الوزارات ولم يحصل إيثار ولم يحصل تفويض لرئيس الوزراء بإدارة أمور الدولة مستقبلا في التعامل مع وزراءه وفقط الوزراء مع الدرجات الخاصة اللي هي في الحقيقة ممكن تفشل حتى الوزراء هذا ملف أيضا آخر آية أخرت على أستاذ رمضان أستاذ رمضان أرجع لي حضرتك تحدثنا عن المعوقات والتحديات التي تواجه السيد السوداني ولكن أكبر أو تحدي أكبر ومواجهة الشارع العراقي نحن اليوم نجد بالشهر اليوم 23 تشرين وبالتالي أقب باشر عدنا تظاهرات 25 تشرين بالإضافة لوجود الصدريين معارضة لهذه الحكومة شو رح يدر السيد السوداني يطلع من عنقو الزجاجة لتشكله معارضة الصدريين ومعارضة الشرينيين تفضل ومعارضة حقيقية بقبل الشارع والموضوع رح يمشي بهدوء تفضل هذا الآن مهم جدا قبل أن نجاو أليك نسوي مسح لديموغرافيا السياسية للواقع العراقي الديموغرافيا السياسية تقول 80% من الشعب العراقي متحفظين على كل هذا النظام السياسي والأداء السياسي هذا أول ثمات بالمئة من الشعب الـ 20% المتبقي إذا ذهبنا إلى أن السيد السوداني قد خرج من رحمة الإطار الذي يعتبر موثل الشيعة الأوحر أو الأكبر لنقول أن هناك مستقلين هؤلاء بقى لدينا 20% 20% نصف من عدهم بين معارض أو منسحد بالنسبة للصدريين بقى لدينا 10% من ثقل الواقع العراقي يعني يقوده الإطار والسيد السوداني أما البقية أما متحفظ أو معارض وهذا الآن أعرف سيوجون له الانتقاد أو الرفض هذا أول ثاني أدوات السيد السوداني في الإدارة أنت اليوم تأرب مجلس بجارس النواحي والأقضية والمحافظات كلها حلة وهذه كانت أدوات ومنصات تبادل بين الإرادة الشعبية وحاجة الناس وبين إرادة الحكومة حسنة مهما اتهمناها بالفساد هذا خلل في مجلس النواح الذي لم يصطح أداءها وليس خلل في الناس وليس في مجالس حتى القضية الثانية ليس لدينا مجلس اتحاد والبعض يستخف بهذا العنوان في حين هو المجلس التشريئي الأعلى في البرلمان وهو القربة الخامسة الأهم في بناء المؤسسات المستورية مجلس الاتحاد أو المشرعين يأخذ دوره رؤساء الكتل والأحزاب وبالتالي المصالح العليا للبلد التي ذكرها أستاذ رائد لا يحددها رئيس مجلس الوزراني وإنما تأثير هؤلاء عليه إذن السيد السوداني ذهب يخلوط في مقدمة مركز يقف على صدره ويريد توجه الأمور نظريا مثل ما يصور السيد رائد ولكن دفت القيادة وحراكه واتجاه هو بيد أخرى هي قوى السياسية المؤثرة في المشهد لذلك عندما نقول إلى كلام السيدة النائدة أنا أشك أن صالحة في النظام النيابي النظام النيابي النائب هو أعلى سلطة ومثل للشعب أما النظام السياسي ورئيس الكدلة وغيرها هذه لم تتكفر الدستور هذه من مكملات التنظيم والتعبئة وليست دستورية وليست شرعية الشرعية معصوبة بيد النائب أولا وبيد الشيخ أو عضو مجلس الاتحاد أو ممثلية لقاليم والمحافظات في مجلس الاتحاد هذا هو بناء النظام النيابي في العراق كل ما تبقى هو عرفي تندد على حساب المواطن على حساب النائب على حساب الدولة على حساب الحكومة على حساب كل شيء لذلك النائب في داخل البرلمان هو سيد نفسه لا سيادة على النائب وهو يمثل مئة ألف ولذلك السيد السوداني ليس لديه علاقة في النواب على رغم ما أخذنا عليه ليس لديه علاقة مباشرة مع الشعب لأنه سيكون أسير للمحافظين والمقارم المقامية ومدراء النواحي في حكومة خدمات سينفق المال يعطيها إلى هؤلاء سيد السوداني كم دراء وزير نائب كيف دراء نائب هو أو أكثر من 2010 ولكن ولكن أستاذ رائد ذكر مسألة مهمة إنه أن تكون جزء من إدارة غير أن تكون قائد عام قوات المسلحة غير أن تكون أنت الرئيس المطلوب منك خلق توازنات هائلة ومعقدة وأنت لا تمسك بالدفة أنت تقف على صدر المركب كأنك الربان ولكن الدفة ليست بيدك وليس بإرادتك هذا كله طبعا يعني تتوصل تتوصل لسالة أنه سيد السوداني راح يكون منزوعة صلاحيات هذا هذا طبعا هو يعتقد هذا ولكن تعارض المصالح وحجم الفسال وحجم المحاصصة التي سرت إلى أدام فاصل الدولة أدوات ما عنده يعني قبل كانت هذه مجالس النواحي والأقضية والمحافظات بها فتخ 5,000 أنصر بها 300 مجلس ناحية 130 قبا مجالس محافظات هذه كلها كانت منصات للتخطيط وإمداد الدولة بالمشاريع التي تيبي حاجة الناس الآن الأمور ستترك بيد محافظين وقائم مقامي ومدرع نواحي هذه أدوات عرضة للتلاعب والفساد لا محاسب ولا رقيب عليها في ظل حكومة تريد حكومة انفاق لا يوجد اسم خدمات هذه حكومة انفاق وجد نية لعادة تشكيل حكومة انفاق سوف نطلق سيولة كبيرة للشارع بلا رقابة بلا ضبور بلا مجسات النواق لا أحد منهم يعرف المئة ألف مالته حتى يروح يقولون هذا يرضيكم هذا لا يرضيكم ديش دارتة خب واضحة بالأكس هل ساعدنا دار انتخابية صغيرة وكل نائب يعرف دارتة وين يروح لا يعرف المهون نائب ويشوف صدى عمله أو رب تفعل الله سعلي هذه المهمة نعم تساعد ولكن النائب شرعا يمثل مئة ألف واندما أقول شرعا هي قضية قبل الدستو تتعلق بالحرام والحلال انت تعرف النائب حوالي بدمتة يوميا النائب أعتقد حسابيا حسبتها النائب يوميا ينفق بدمتة مليون دولار يوميا كل نائب ينام بالليل يقول أكو ميد مليون دولار انفقت من واجهة عراقية من واجهة رقابتها خلال أربع سنوات يوميا مليون 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 هو لا يعرف المئة ألف مالته يعني يستطل الآن النائب الذي في البرلمان عندما يصبغت على حكومة انقاذ وطن أم حكومة محقابة مستاذ روضان هنجربنا حكومة مستقلة حكومة سيدي كاظم حكومة مستقلة حصنا من عدية حصنا من عدية على أقل هاي حكومة سياسية حزبية معروف أبوها منه روح نحاسب أبوها يعني فشلت 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 لإطار التنسيق بتشكيل حكومة خدمية للناس الناس ما تنتخبهم خلاص تعاقبهم يروحون يتوجهون التيار الصدري ولكن صح هذا صحيح تماما ما تفضلت به مئة بالمئة ولذلك أنا أقول هو ليس الحل أن نذهب إلى حكومة مستقلين بعض المستقلين يعتقد أن الطابور وصلح بعض ثوار تشتين يعتقد أنه عندي أنا صر ماي أربع مئة شهيد مثل ما الإسلاميين حكمه مثل ما البعثيين حكمه وأنا وصل للسيرة لا هي الموضوع مو طابور للحكوم طيب آلية للحكوم وأما الحساب تفضلت بالمئة ألف ولو نابي أرف المئة ألف ما أنت كان راح فوضوا بعد خلص وما يتحنون مسؤولية تفويضهم إليه عفوا أنا أرجع لك سيدة رمضان دا أضل عد نواق تعتذر من حضرتك فوضوا كل مواطن عند أربع نواب تضامنيا يمثلونه ما يعرف منهم من عندهم يدك بابه طيب والنواب الأربعة كل منهم لا يعرف أي مئة ألف ولذلك هنا هو هنا الإنفصان في المحاسبة ونظائف النظام لا يوجد علاقة مباشرة أرجع لحضرتك سيدة رمضان دا أضل عدنا قد إن شاء الله ست ضحى بس الخلاف داخل إدارة التنسيق ترى واضح يعني اليوم كمان تغريد كل السيدة حنان الفتلاوي تحدثت بها عن موضوع الاختلاف داخل إدارة التنسيق وباقي الكتلة السياسية ما يشارث بشكل واضح ولكن قالت إذا تيتون فوضون السيد السوداني يفوضوا قولا وفعلا باختيار الوزارات حتى ننجح بعد الفشل اللي عشناه على مدى عشرين سنة ووحدة من الوزارات اللي عليها خلاف داخل إطار التنسيقي وزارة النفط اللي راحة طلعت من الحكمة جديتكم كل نائب لديه حرية ولديه مساحة واسعة في مستوى تصريحاته تصريحات ربما فردية ما تعكس رؤية الإطار يعني السيدة حنان إذا صرحت فهذا رأيها الفردي وما دي رؤية الإطار ما جاي من فراء لم يخبر ما رؤية الإطار أنه أكو خلاف شلو نوع الخلاف ومن يقول هذا التصريح خاص بالإطار فقط ليش ما يكون هو خاص أما أنه أكو خلاف الخلاف وين ذا مثبت خل يعلن بدليل أنه الحكومة ماضية بقضية التشكيل والوصول إلى رسم المسات الأخيرة وتساعدوا على نجاح بكابينة الوزارية فوضوا قولا وفعلا مرات الجماعة ما فوضي قولا تصريحات فردية سيد الفاضل هذه متنم على رؤية الإطار التنسيقي أنا اليوم كن نائب أني يجي صرح أقول مسؤول عن الإطار التنسيقي ما هو خلاف داخل إطار التنسيق على وزارة النبط شلو نوع الخلاف أخويا الكريم هذا الموضوع إذا أكو طاولة سياسية إذا أنا ويك نتحدث به أنت تقول أنا نقاطي وبيني هاي الورقة وجنابك تقول أنا نقاطي إلي به خلاف على حصص هذه مو حصص سيد الفاضل حاورنا أنا ويك فيها قلنا أنه نحن مبنيين على نظام برلماني نظام برلماني يعني مجموعة أحزاب غير للنظام كله غير للدستور غير للقانون زين لذلك أنا أقول هذا بما أنه قانوني لا يزال مستمر والدستور عندي هو نظام برلماني قائم تشريعي موقف الأحزاب موجود خواه ما من الممكن أنا أغادر هذه القضية سيد وحا عيني سيادة النائب نعم لو كان الإطار التنسيقي يبحث عن هدف مشترك ونجاح مشترك للجميع زرائي المكلف وقال له اختار أيا كان أما هذا الطرف من الإطار يختلف مع ذاك الطرف من الإطار سيد الفاضل تصريح رسمي مذكر أستاذ محمد قال لك الإطار التنسيقي كان لبيان رسمي هذا قولا وليس فعلا منه اللي يثبت يعني بما معنى أنت هنا نتردوها هنا نصير من ساعة قبل شوية قبل شوية على تغريدة لنائب تقول لي هذا أكو خلاف وهنا أنا أكو بيان رسمي من الإطار يقول لي هذا قول فوقه السيد السوداني أن يختار وزاراته وتكون له مساحة واسعة والأيام القليلة القادمة ستثبت أنه أكو مجيء إلى قبة البرلمان للتصويت على كابينات وزارية متكاملة هذا إنجاز أنا أعتبره لتحالف إدارة الدولة أنا قصد يستهل 12 وزارة مال الشيعة إذا أجابيه السيد السوداني جايب من أليف إلى يا هذه الوزارات الـ 12 هو كلما اختارهم نعم بدون تقديم يصير لزاما على قادة الإطار التنسيقي أن يمضوا مع السيد السوداني بخياراته على اعتبارهم مفوضوا من خلال بيان رسمي وأنت جنابك ذكرت قبل شوية أما بالنسبة لموضوع الخلافات التي حضرت تتحدث عنها على الوزارة مثل ما ذكرت قبل شوية وزارة نفط أنا تحدثت فيه بداية اللقاء وقلت أنه أول ما بدأ برنامجنا الاستحقاقات الانتقابية تحسب على أساس النقاط التي حصلت عليها الكتل السياسية وهذا جائز وزارة النفط ستكون من دورة القانون حصة دورة القانون لا ربما من حصة دورة القانون لا ربما من حصة كتل السياسية وقرأ عن استحقاقات ستورية وقارات هل كتل الأكبر بإطار التنسيق لا يوجد تقانون لا يوجد تقانون وزارة النفط ما هي الوزارات التي تكون من حصة وزارة من دورة القانون لا يوجد كتل سياسية تعرف أشياء لها من وزارات لا يوجد تشكيل حكومة لا يوجد تشكيل حكومة فوضنا السيد رئيس الوزارة باختيار وزاراته الوزارات المخصصة من غدا لناظره قريب تعرف من يوم التشكيل تعرف شون التشكيلات هذا اسم رشح الكتلة هذا يعمل بفلان جهة سياسية كل الذي يذكر على الطاولات الآن هو عبارة عن تكهنات لا يوجد شيء مثبت سيد السوداني بالمناسبة أنا أرجع على هذه المعلومة وأدي تحفظ على حديث ذكره قبل قليل من قبل السيد المحلل أنه السيد السوداني سوف يكون أسير للمحافظين وأسير لقام مقامي سيد السوداني بالعكس أصلا مصير السادة المحافظين وفق السياقات الدستورية والقانونية والقام مقامين ومدرعن سيكون مرتبط مباشر بالسيد رئيس الوزراء خصوصا في غياب مجالس المحافظات كيف يكون أسير وهو رئيس الهرم أنا أعيد سلاحيات رئيس الوزراء إلى اليوم لنفرض الساد رائد محافظة الأعمارة أو محافظة البصر ارتباطه مباشر برئيس الوزراء يضرب بيد من حديد وفق السلاحيات المحافظة بس قولي الوزراء المهمة أنا نجاح منظوم يتوقف على كلها كلمة أسير أنا أتحقر لا أسير لقادة الكتل السيد السوداني سيكون أسير لقادة الكتل السياسية داخل إطار التنسيقي ليش فقط داخل إطار التنسيقي ليش متحالق إدارة الدولة ليش الكرة والتهم دائما ترمى على إطار التنسيقي فقط إطار التنسيقي تحمل بما فيه الكفاية من رمي التهم والقضايا والأمور وقعد وصمت كلها السياسة نارة السعادة ممدافعة لا لا هو كلام المكون الأكبر هو يجب لك استحقاق المكون الأكبر نعم لأنه مكون الأكبر اليوم المكون الأكبر الموجود يمثل ثلاثين التكوين بالشعب العراقي وبالتالي منحهم يختارون رئيس الوزراء تسمح لي تفضل زيادة نارة تلاحظ في كل هذا الكلام حول تشكيل الحكومة والتأخير اللي حصل وأي واحد السئلة ليش تأخير يعني إذا قلنا أكو تأخير لا لا هو التأخير منين أجي أجي من أنه أكو إعلان أولي يوم السبت لا اسمحي لي يوم السبت رح يقدم فمن صار تأخير بدأ السؤال عن التأخير وإلا هو أكيد يعني ضمن عشر تيام نزل جدول إعلام رسمي عندنا بيوم السبت القضية المهمة ما حد مصرح ما حد مصرح حي تكاهنا القضية المهمة هو غياب الحديث عن البرنامج الحكومي دستوريا الوزارة عندما تمنح الثقة الوزارة يعني الحكومة بشكل عام تمنح الثقة للكابينة مع المنهاج أو البرنامج الحكومي الآن هل سمعت أحد يتحدث عن البرنامج الحكومي وعن الأولويات فيه وعن النقاط الأساسية فيه لا والله له الحديث والخلاف كله عن الحصص والوزارات وحصة كذا وهذا المكون له ذاك المكون جواب سيد السوداني هذا ماذا يعني سيد السوداني قلت لا شكل لجله لا لا اسمح لي معنى ذلك معنى ذلك لجنة مختصة لختيار الوزارة سيد السوداني رئيس اللجنة ولجنة مختصة من ناس مختصين لختيار الوزارة أنا شنو أقصد أنا قصدي أنه إحنا لازلنا لازلنا ممغادرين ممغادرين الإشكاليات والثقافة السياسية السائدة سابقا في تشكيلة الحكومة وإلا يفترض اليوم إحنا نقاط أساسية تتصدر الحديث عن تشكيلة الحكومة شنو موقفنا من العلاقات الدولية والخارجية يعني أحط المنهاج الحكومة على أساس المنهاج الحكومة أجيب شخصية مناسبة أدي لي هذا المنهاج أحصي هذا الأساس أكون لجنة تخديار لا لا أسمح لي هذا علم يقودنا صاد محمد هذا علم يقودنا لكن من الشخصيات اللي نفذ التقليل لا اسمح لي هذا علم يقودنا لا 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 أكو قضايا لو دونت راح تكون أساس لالتزام رئيس الوزراء تجاه البرلمان اللي راح يمنحثقه وتجاه الشعب أكو قضايا أساسية طيب الاتفاقات اللي حصلت بين الإطار التنسيقي وأطراف تحالف إدارة الدولة واللي إلى الآن لم يكشف عنها وإحنا كنواب مستقلين حريصين على أن نعرف ماذا جرى وعلى ماذا التفق أهمهم مقاطع الانتخابات المبكرة حسن مو فقط الانتخابات المبكرة الانتخابات المبكرة المناطق المتنازعة عليها إدارة الثروات النفطية قانون النفط والغاز لم يكشف عنها فهذه المسائل أيضا مهمة في تشكيل لازم أفهم بسرح بأقل مثواني ستبحح التفكي رح نشوف السيد المالك نابر جمهوري ما عدنا تفويض أنه نتحدث في موضوع الاستحقاقات السياسية وما عدنا أعلم بها لحد الآن لا تزال الأمور والحوارات مستمرة على قضية الكابيرات الوزارية وليش بس يعني السيد المالك يسألها الاستحقاقات الحصة الثانية من السيد العمد ليش يسأل فقط على استحقاق سيد المالك سيد المالك أنا ذكرت أن وقادة الإطار أستاذ العزيز أركز على موضوع الجواب أذرا أستاذ محمد أؤكد على قضية أن وقادة الإطار تحملوا بما فيه الكفاية من توجيه الأنظار وتسليط الضوء اليوم كلهم موجودين كل مشترك بالحكومة جلسة رئيس الجمهورية يذكر أستاذ رائد وياي حاضر هذه الحكومة ما حضر استاذ رائد 200 سرعين نائبة بعد سنة ونوص سنتين ثلاثة هلنا سيتم انتخابات مبكرة الناس ستحاسبكم أنتم لا ستحاسبكم لا سيادة ولا الدين مقرد ولا الاتحال لا لازم تحالف إدارة الدولة يأخذ عادقة تنفيذ جمعنا لا ترمى تهم جزافة التهم جزافة لا ترمى التحالف تحالف إدارة الدولة أنت أساس بي أنت أساس بي شكرا لحضر تجسي اللائب ضوحة القصير عند قانون إن شاء الله نرى وزيرة في حكومة السيد الزوداني وإيضا نكتفي أن نكون نواب إن شاء الله شرف أننا نواب بكتور رائد المالك النائب المستقل شكرا وستاذ رمضان البدران الباحث في الشيء السياسي شكرا جزيلا وشكرا للموصولكم وحبتنا المشاهدين على طيب وحسن المتابعة